هذا وأكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تلبية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله لدعوة فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة تعد دليلا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين ومؤشرا على احترام المملكة للديمقراطية وتكريس دعائم الشرعية معالي رئيس مجلس الشورى أكد بأن زيارة العاهل المفدى تأتي بهدف مواجهة التحديات والأخطار المشتركة وتفعيل مجالات التعاون مشيرا معالي إلى أن العلاقة البحرينية التركية ستنطلق نحو آفاق جديدة من العمل المشترك إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية بما يدفع نحو ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوضح الصالح بأن مجلس الشورى يؤكد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات مثمنا معالي المضامين التي حملتها زيارة العاهل المفدى والتي تعكس توجهات المملكة نحو احترام الديمقراطية واحترام الشرعية